ورجعنا لكم مرة تانية ببرنامج علامات مضيئة لكن النهاردة أنا بقى في فقرة دي مش معي علامة مضيئة أنا معي علامة مشرفة النهاردة أنا معي فقرة هتهتم بيها كل بنت وكل ست وكل مراحل الحياة بالنسبة لأي واحدة ست سواء قبل الجواز أو بعد الجواز أو بعد انكتاع الدور الشهرية أنا معي النهاردة الجراح الدكتور محمد حسن عضو الكلية الملكية بإنجلترا زميل البورد الأوروبي للنساء والتوليد أمين صندوق الجماعية المصرية للاك أمراض منظر الرحم وأمراضه وأهم حاجة بقى حتة التجميل يا دكتور اللي هو دبلومة التجميل النسائي وحالات أمراض الثلاث البول شرفتنا يا دكتور أهلا وسهلا معلكم سيدا مشاهدين مرسيل زوقك وأن انت النهاردة عنك مبارح فمستنية بقى الستات كلها تتفرج على حضرتك أنا مستنية أن أنا أبدأ معاك الحلقة بحاجة كل الستات بتحبها حتة الثلاث البولي لأن دي حالة بتعاني منها الستات أثناء الحم وبعد الولادة وكمان في حالات خاصة وهي حالات انقطاع الدور الشهرين مضبوط جدا هو أنا أحب بس في الأول يعني أشرح هو إيه موضوع الثلاث البولي ده إن أنت بتخصص فيه آه يعني هو الفكرة كلها أن الثلاث البولي مشكلة مش قليلة حوالي 20% من السيدات مش في مصر في العالم عندهم مشاكل لها علاقة بالثلاث البولي أو عدم القدرة على التحكم في البولي وبيكون مصاحب لها أو لا يكون مصاحب على حسن أحيانا سقوط مهبلي أمامي أو خلفي وسقوط للرحم السقوط اللي هو إن المستوى نزل عن الطبيعي بتاعه تمام فيه نوعين كبار من الثلاث البولي النوع الأول اسمه الثلاث البولي الإجهادي أو الحاحي من ساميه stress incontinence في الثلاث البولي ده النوع ده السيدة حتيجي تشتكي من إن هي لو شالت حاجة تقيلة لو ضحكت لو كحت تمام ممكن قطرات من البول تفلت منها ما تقاش متحكمة فيها كويس ده نوع معروف ومشهور جدا ومن الحاجات الأساسية المسببة لي الولادات الطبيعية عن طريق المهبل مش القيصري طبعا القيصري بيقال للريس كده خصوصا لو كانت الولادة مش سالسة يعني مثلا البيدي كان حاج مكبير طرينا إن إحنا نستخدم أحد في تعاصر في الولادة آه تعاصر في الولادة فده بيزود الرسك بتاع stress incontinence كمان الرسك ده بيزيد جدا مع السيدات اللي هم بعد انقطاع الدورة الشهرية أو بعد انقطاع الطنف يعني ومش بياخدوا علاجات تكملية تمام عارفين طبعا من الهرمونات بتتغير تماما فلازم ناخد علاجات تكملية بتحسلنا وظائف التحكم في البول بشكل جبير النوع الآخر هو بنسميه السلس البولي النشط القصة هنا وظيفية بقى إن العضلات اللي في المثانة البولية زي ما تقولي كده الجنينت تمام تمام فمش ما بتنحقش نملة فالسيدة هنا بتشتكي من شكوة مختلفة بقى بتقول أنا بدخل الطايلت كتير قوي frequency بدخل كتير قوي وأحيانا ما بتلحقش برضو تمسك نفسها الحد ما توصل للطايلت يبقى عندها اسمها urgency النوعين أعتقد أنهم منتشرين وعلاجاتهم الحياة مختلفة لكن الدرجة مختلفة الدرجة مختلفة والعلاجات مختلفة لكن مو مش جهاز على حسب النوع بالضبط أنا دار اللي عايزة أوصلهم لحضرتك لأن أنا دلوقتي موريدة السرس البولي في الغالب بتعاني من خجل أنها تشتكي بالموضوع ده الدكتور أو دكتور أو طبعا طبعا مزبوط فإذا حضرتك قدرت تطمنها بالروتين اللي هيكون متبع من خلال يعني ثقتك وخبرة بتاعتك مش قليلة والتخصص بتاعك روتين إنجاح لهلاك في حالات السرس البولي طيب أنا أحب أوضح بس كذا نقطة مهمين جدا برضو قبل ما يعني فرشة كده قبل ما تكلم تمام في مفهوم خاطئ شوية عند المرضى هنا في مصر أو السيدات اللي هما بيشتاكم المشكلة دي وغيرها إن هي هتاخد دواء هتخف إن هي هتعمل عملية هتخف الكلام ده مش 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 ابليكابل خالص ومش منطقي لازم يبقى فيه تعاون مشترك ما بين الدكتور والمريض تمام مشكلة السرس البولي وعلاجها إن هي تتطلب إن السيدة يبقى عندها من الوعي والحكمة إن هي تحسن من كل جوانب حياتها لازم تخس لو فيه فرصة ده ده حاجة مهمة جدا لا نتكلم يا ريت نمارس رياضة لو فيه فرصة برضو الممارسة رياضة نعرف إن الوقت مزنوق والدنيا صعبة بس يعني لو فيه فرصة ده بيحسن جدا من عضلات قاع الحوض اللي هي متحكمة أساسا في المجرى البول والبراز وإيفن حتى في العلاقات الزوجية تمام لو إحنا مشكلتنا سلس بولي جهادي النوع الأولاني بنعمل تمرين لعضلات قاع الحوض وممكن يتعمل لها عملية العلاج هنا مش هيبقى إيفكتف أو ذوقيمة أو في حين إن الناحية التانية العلاج بتاع سلس البول نتيجة للنشاط المفرط للمثانا ده علاجه أساسا أدوية تمام مش عملية وقد نلجأ للعمليات أو تدخل في مرحلة متأخرة لو المريدة ما استجابتش بس العلاج هنا أساسي أدوية بس أنا كده هسحبك بقى النقطة مهمة جدا الدور بتاع جهاز هايفو ليزر أوردي عايزك تشرح لنا إيه هو الجهاز دو إيه الدرجة في السلس بقدر يعالجها وإزاي حضرتك بتشخصه للمريدة بيجيب علاج أكيد إزاي الوصلة الوصلة الحقيقة دي حاجة جديدة لحد ما اللينك ما بين السلس البولي وأجهزة التجميل النسائي تمام زي ما قلت حضرت كده النوع اللي هو إحنا نكلم في النوع اللي هو السيدة لو شلت أو كحت أو عاد بيفلت منها قطرة هو النوع ده اللي ممكن نستخدم فيه العلاجات اللي هي الحديثة النوع ده كان بتعمله عملية زمان يا إما عن طريق البطن يا إما عن طريق المهبل في الحالتين القصة البساطة أن أنا بحاول أرفع عنق المثانة اللي هو سقط لتحت فالسيدة بتعاني من المشكلة فلو رفعت ورجعته للليفل النورمال بتاعه تاني الطبيعي بتاعه تاني أنا بقى حالة المشكلة كنا بناخد غرز بشكل معين وبنرفع أو بنحط شريط الجديد إيه بقى أن أنا ممكن أحقن بالكينج إيجنت أو مادة زي الفيلر مثلا تسنت آه بالضبط بيحر 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 الزبط زي الفيلر مثلا تحت مجرى القناة مجرى البول في حتة معينة طبعا بنرفع عنق المثانة يبقى أنا حسنت الوظيفة بتاعتها بدون جروح تمام الهايفو بقى بيستخدم طريقة تانية بيعمل إيه هو بيشتغل على طبقة ما تحت الميكوزة أو اللي هي الطبقة المبطنة للمهبل بيعمل نوع أنواع الحر للفات أو الدهون الموجودة فتكش فنمسك الدنيا شوي عشان كده بيعمل تايتنينج أو بيديق القناة المهبلية تمام كده وهو بيديق بيشد معه عنق المثانة البولية فيحسن برضو الوظيفة دي بس المين والأنهي درجة من المرض بالضبط أنا كنت هقول كده الدرجات البداية أو الأولية لو السيدة بتعاني من مشكلة بسيطة إلى حد ما الحاجات دي ممكن تنفع معها ولكن لو الحالة متقدمة تمام لا أنصح بيها نهائيا احنا مفهول نتاجه لعملية جراحية نزبط بيها عشان اللتائج تبقى مطمئنة وجيدة ممكن نكمل بيه بعد كده بصي العملية إلى حد كبير هتزبر ممتازة ممتازة إنما في الحالات البداية شوية من المشكلة ما فيش داعي دخل المريضة قطة العمليات ما فيش داعي أبزل مجهود مضاعف بدون داعي ممكن نستخدم الوسائل دي في المراحل البداية طيب أنا بقى مذكرة كويس الحتة بتاعت النساء والتوليد وخصصة يعني تخصصك التجميل بس يمكن هسألك سؤال دلوقتي ما حدش جيف باله حتى لدى جاترة النساء والتوليد خلينا نكون صريحة رب نفس لا بص خليك معي اتفاجئ أنا عندي حتة التجميل يا جماعة للناس كلها مستنياها للبنات أو الستات تجميل المهبل فيه نوعين من السيدات هتسمعني كويس البنات أو الستات اللي بتنزل نزول وزن غير طبيعي في وقت قصير جدا وخاصة دلوقتي اللي هي الباي باس أو الجراحات السمنة البرياتريكسرجي والسمنة بتنزل نازل جامل جدا جدا في المؤمنات الكتير ممكن ما تكونش هي وغدبالها منها بيأثر على شكل الخارجي للمهبل طبعا الحاجة التانية تكرار الولادة المتعددة بيأثر على منطقة مش كتير ستات عارفينها دا إن ما كانش الكل منطقة الجزبوت التدخل التجميلي الجراحي التخصص حضرتك هنا بتدعالك كل من حالتين هلين نبدأ الحلقة أولا طيب هي فعلا مشكلة السيدات اللي هم بيعملوا عمليات البروزيات أكسيرجي ودي وطبعا دي من المفروض بيتفرد لها مساحة كبيرة جدا في البرنامج وفي غيره عشان خاطر الناس يبقى عندها وعي مين اللي يعمل العملية ومين اللي ما يعملهاش أنت أول موضة ما تبقاش موضة يعني ولكن سريعا بيحصل نزول جامد في الوزن الشفارات الخارجية للسيدة زيها زي دراحة زيها زي رجلها فيها خلايا دهنية بالضبط فلو دراحة ورجلها خسوا الشفارات الخارجية تخسوا تعمل كده المشكلة الوحيدة إن الحيط دي ما فشع العضلات اللي تتزبط لك الدنيا فبيحصل طراحه العنيف جدا في المنطقة دي تبقى مشاوها ودي مشكلة الحقيقة كمان نفسية يعني أكتر ما منها عضوية هي مشكلة نفسية تمام الحل بيبقى كان معتاد إحنا بمستخدم برضو أجهزة شد الجلد بس دي أكتر مع دكاترة الجلدية والتجميل الجلدي إحنا بنسبة لنا ممكن بنحقن بعض المواد زي الفيلورز مثلا نملى الفراغات دي وندي شكل المتوقع في حاجات تانية ممكن بنستخدمها برضو زي اللي هي بنسميها اللايبو ترانس فيوجن نحن بنقل دهون بنسحب دهون من مكان غير مرغوف فيه عند السيدة زي مثلا أسفل البطل أو الفخدين داخليا عند الفخدين كده بنسحب منه الدهون الزي ده ونبجع نحقنهم تاني في الشفرات الخارجية ده بيحسن المنظر تماما وبيخاد منطقة العجال منطقة إلى حد كبير مرضية موضوع لي نفسي على العلاقة الحميمة بين بين الزوجين على أسحة ما بتيجي تكشف عند الدكتور بتبقى خجلانة محرجة جدا الموضوع أصلا هي مش عارفة تشكي ولا تروح لمن ومن غير أي حاجة لو وقفت قدام المراية قدام تبص على نفسها تبقى مش مبسوطة بالضبط بالنسبة للجزئات التانية أيوة منطقة الجي سبوت منطقة الجي سبوت يعني خلينا نقول أن هي مش هقولك افتراضية ولكن هي موقعها نظري أنا توامي كان عن طريق التشريح نظرية موجودة في الجدار الأمامي للمهبل تمام كده تختلف من سيدة لسيدة هي مش موجودة يعني هي البني آدم مش حاجة ستاتيك يعني مش عربية أنا حفتح هنا علاء الحتة الفلانية فيها كذا لا هو الإنسان دايناميك فالجي سبوت دي المفروض أن هي موجودة في الجدار الأمامي للمهبل الطبيب المفروض أن هو عن طريق الفحص بطريقة معينة بيوصل للمكان ده اللي بيحصل إيه هي لما القناة المهبلية بتوسع شوية نتيجة للولادة المتكررة وعدم ممارسة الرياضة والوزن الزائد والكلام ده كله إحنا بنحاول كل اللي نعمله إن إحنا بنحقن في منطقة الجي سبوت اللي إحنا كشفنا عليها ولقناها بنحقن فيلرز وبنحقن أحيانا بي أر بي عشان نحسن وظائف هذه المنطقة اللي هي يعني ببساطة منطقة بتشعر أكتر من اللي حواليها تمام كده اللي هي من الأثارة فيها أعصاب تستجيب للاستثارة أكتر من المنطقة اللي حواليها بقية الجدار المهبة اللي عادي تمام فإحنا بنحقن بيها بنقويها بنخليها تبقى ليها قوام بحيث أنها دي تساعد السيدة على استعادة الشعور مرة أخرى أثناء ممارسة العلاقة الزائد يعني استاة اللي بتقولك أنا حصيت بعد الولادة ببرود آه هو الحالة هنا هي مشكلة عندها في الجي سبوت لا خليني بقى أضيف حاجة أخيرة طيب بتفضل يا دك موضوع المشاكل الجنسية أو المشاكل العلاقة الزوجية ما أقدرش أختزلها في نقطة واحدة ما أقدرش أقول لك والله أبقى تحكي عليكي لو قلت لك أنه لو أنا مجرد ما أحقل لها الجي سبوت هي هتبقى مبسوطة جدا لا ما هو الفكرة كلها أنا برجع لحد كبير رقم واحد الجزء النفسي عشان كده أنا بتمنى أن يبقى فيه تواصل ما بين دكاترة النساء ودكاترة الزكورة ودكاترة الطب النفسي المتخصصين في العلاقات الجنسية والزوجية بالزوجية تمام الكمبيناة دي مهمة جدا أنا هعملها لك والله يا ريت الكمبيناة دي فهنا مهمة جدا عشان ما يبقاش الواحد مثلا فيه مشكلة مشهورة جدا مشكلة أو الانقباضات اللا إرادية كنت هسألك فيها المرة الجاية اللي هي في العروسة اللي بتبقى دخلة ويحصل لها انقباضات لا إرادية وهي بتحبه وما فيش أي مشكلة إنها ساعة العلاقة أول مرة بيحصل انقباضات بيعايزين عليها عفيت عليها معمل لها عمل بزرط والموضوع أنا عرف ناس بقالهم سنة وسنة ونص والحلول الحقيقة مش زريفة خلاص الموضوع أبسط من كده الموضوع محتاج مراعاة نفسية وحاجة بيسموها برا مصر بيسموها اللي هو استشاري العلاقات الجنسية تمام بحد يتكلم معها والوقتي برضو في حل الظريف جدا إحنا بنحقن في منطقة العضلات الرقاع الحوض اللي هي تبقى دايما أفشى بنحقن مادة البوتوكس البوتوكس من الحاجات اللي بتساعد على شلل العضلات خالص فنريح لها الجزء ده بحيث تستعيد حياتها الطبيعية كلامك هنا بقى أنا عايزك توجهه لكل من الأم للزوجة الأم للزوج لأن هما بيبقى ملاولود والسترس جامد جدا على العروسة في الفترة دي ما عندهاش توعية قبل الزواج إيه هي العلاقة الحميمة تمام الزوج كمان في غالبة الأحوال ما بيبقاش برضو أول مرة يمارس حاجة زي كده أو التجربة لي الإنكماضات دي بتبقى لا إرادية بس أنا مش عارفة إيه سبب إن هي بتفضل مستمرة ده التخصص حضرتك أنت أول مرة نهاردة تقول إن الموضوع مش بس نفسي ده موضوع لا الموضوع الإنقباضي طبعا عضوي طبعا عضوي عضوي جزء نفسي فلازم نعالج هنا ونعالج هنا المشكلة الأساسية بالنسبة لنا إن الناس ما بتشتكيش دي قصة بيها جدا سواء في الثلاث أو في المشاكل العلاقات الزوجية الناس ما بتشتكيش يعني أنا ممكن تجي لي عيانة مثلا أقول لها طب إنتي عندك مشاكل في الجول تقولي أوه والله إذا أنا عندك كذا طب مو أنتش ليه من الأول فماذا؟ بيبقى فيه إحراج جامد والناس بتعتبر المواضيع دي تاب ومحرم ما بيقربوش منه خالص في حين إن الحل ممكن يبقى بسيط جدا يعني حقنا واحدة هتتحقن في عضلات قاع الحوض بتحسن لها الكواليتي أوف لايف بتاعتها وترجع لها حياتها وترجع لها بيتها دي فهي دي النقطة اللي بس أنا بحب أنا جاي أطلع كلم عليها النهاردة لأ ده ده أساس ولا بتكلم على بوتوكس ولا فيلا لأنني كنت أسعار في الكلام ده ولكن الجزئية الخفية دايما هي جزئية زي المريض يعبر لك عن مشكلته وإنت تتواصل معها عدم التعبير بيقررها في العلاقة الحميمة طبعا عم بتخش بعد كده في مشكلة مع الحمل السريع ده لو حصل أثناء الانكباضات دي أثناء برضو ضغط من الزوجه وحصل حمل بتكره الموضوع كله بيحصل بقى من المرة الجاية مش برود بقى عشان الجزبوت أو غيره ده برود للأبد الأبد وانهيار للبيد ده ومش برضو مش بتعرف تعالج يعني انت وصلت المرحلة متأخرة من الحالة النفسية فمش هتعرف تعالج زي ما كنت في الأول طبعا بس عايز أرجع هل بيجي لك عرائص أو بنات بيبدأوا ان هم عايزين يعملوا عمليات تجميلية في المنطقة دي أكتر ولا بتجي لك ما بعد الولادة ولا فيه كورس معين ممكن تقدمه لها بسي هو أنا بي يعني مؤمس للعينين كلهم بيبقوا في ثلاثة جروبس الجروب الأولاني يا إما بنات صغيرين الجروب الثاني يا إما ان هم تعرضوا لولادات متكررة مهبلية وخصوصا الأقص العجان أثناء الولادة المهبلية أحيانا بيبعندهم مشاكل بعد كده من هي بتقولك عملك تجميل أثناء الولادة والجروب الثالث اللي هم السيدات اللي هم بعد انقطاع الدورة الشهرية اللي بيعانوا أحيانا من آلام أثناء الجماعة وده نتيجة لي ضعف الخلايا في المنطقة دي خلاص ونقص جاملة هورمون الإستروجين اللي هو بيساعد على الترطيب وبيساعد على تسهيل عملية العلاقة الزوجية فهما دول الثلاث جروبات اللي احنا بنشوفهم أكتر حاجة يعني كل جروب من دول ليه علاجاته وليه حاجته يعني مثلا في السيدات الكبرش وهي اللي هم يعني خلاص الدورة انقطعت عنهم أنا أفضل أن أنا أحقن مع الفيلرز مثلا أو مع الحاجات بي أحقن بي أربي عشان تحسن لهم جدا وظائف الخلايا تساعد على الترطيب تجميع المية أن السيدة يبقى دايما عندها حسنها نشفة بالزبط دي حالة مهمة جدا فيه تعود دوا برضو طبعا ده قصة تانية دي قاعدة تانية خالص أن أنا لازم أعوض لها بهرمونات بديلة وما فيش داعي لقلق من كلمة هرمونات يعني أنا صنعي برضو تفكير المشاهدين لحد كبير والناس وعامة كلنا يعني فيه كلام كده بيخض الناس هرمونات كورتيزون تمام فيه حاجات بتخض ما بتخضش كل حاجة بجرعاتها المزبوطة وبإنديكيشن أو يعني حاجة معينة تخذ بشكل معين ما فيهاش مشاكل لحد كبير تمام طبعا بنعود بالهرمونات بعد الولادة بنفضل نستخدم الحاجات اللي هي زي الهايفو مثلا عشان نحسن القناة المهبلية وانديق شوية الدنيا بحس السيدة تستعيد الخصائص الطبيعية بتاعتها أبي الولادة الطبيعية بالنسبة للبنات الصغيرين بقى يعني أنا الحقيقة ما بحبش أشتغل في الكاتيجوري ده لأنني بحس إن الموضوع نفسي أكتر منه عضو مع هذا طبعا حالات نادرة يعني مش بشوفها كتير الحقيقة بقى دي فترة ما بشوفهاش حالات الختام عندها لقض حالات الختام دي نقطة خطيرة جدا 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 تمام بنات صغيرين ومعملوهم حاجات بشعة تماما ساعتها الواحد بيدخل قدر المستع بيحاول يدخل وبيحاول يحسن الوظائف سواء شكل أو فانكشن وظائف إن هي طرف تكمل بعد كده حياتها بشكل يليق بيها إن هي ما تبقاش حاجة انتهت خلاص تمام لأن دي جريمة وكلنا عارفين إن دي جريمة يعني أنا برضو النهاردة باستغل برنامج حضرتك كان لسه اليوم العالمي للختان مبالح طب كويس جدا دي صدفة كبير بالمناسبة وفي حملات دي وقت في مصر كبيرة جدا جدا للقضاء على المشكلة دي فأرجو إن الناس يبعا عندها من الوعي والفهم من الموضوع ده إن الختان ده جريمة كبيرة برا مصر طبعا ممنوع آه طبعا إحنا بنتكلم عن الحائلات اللي اتعملت إن هي إزاي تصلح ده من خلال آه التجميل بقى هنا بقى إحنا بنتدخل وبنحاول نصلح اللي اتعمل بنحاول نعمل لدرجة إن إحنا بنتظر إن إحنا نعمل بذر جديد تمام كده بالحقن وبالبراحة وفي إحساس وكل حاجة طبعا لا يمكن يبقى زي اللي خلقوا ربنا مش مشكلة بس يعني بس إلى حد جبير يعني زي ما بقول لحد كده نص العمى ولا العمى كله ما كنت أقول لك يا عين عورة ولا الاتنين عمية نص العمى ولا العمى كله بالضبط كده وزي ما انت غلطت في حق بنتك وخليتيها إن هي تروح تاخد تام الختان وختيها ويا صغيرة كده قبل الفرح إذا كنت حاسة إن فعلا بنتك فيها عندها مشكلة وانت كأمها تعرفي حاجة زي كده لازم توديها لمتخصص جراح نسا وتوليد متخصص في حتة التجميل وانا برشح لك ده بقى دكتور محمد ربنا يا خليك يا خمين بسي جدا دكتور محمد انت مش معلمة مديئة زي ما انا قلتنا انت حضراتك علامة مشارفة شرفتنا بالتواكد معانا النهاردة شكرا بس مش هتكون حلقة واحنا عندنا مواضيع كتيرة جدا 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 منها التجميل بقى بقوله بتفصيل النهاردة بدينا نبزة وتنبيه للناس بس ونبدأ نتكلم بعد كده السيزاريان أحسن ولا الولادة الطبيعية وامتى اخد قرار بحاجة زي كده ومواضيع متفصلة اكتر في عندنا المواضيع ما بعد سن الاربعين وفيه مواضيع ما بعد سن التلاتين وفيه مواضيع بعد العشرين سواء قبل الزواج او بعد الزواج شكرا لك دكتور محمد شكرا لك والبرنامج واللمشاهدين كلهم نورتنا شكرا لك كانت معكم لحامل مهدي برنامج علامات مضيئة مرسي جدا لكم ان انتم تابعتونا وان شاء الله اشوفكم على الاسبوع الجاي ان شاء الله شكرا لكم